أهلا بحضراتكم من جديد لا تخافش على الأهلي لأنه الأهلي زي ما المهندس عادلي قال تقريبا هو الحاجة الكبيرة المهمة اللي ماشي في الرياضة المصرية صح تقريبا هو زي ما قال الكابتن فاروق عفر الإسبوع ده هو الوجهة الحضرية للرياضة المصرية بكل وضوح عشان كده كان موعده هذا الإسبوع مع حاجات مهمة جدا هنشوفها في الغربال للكبار فقط الإسبوع ده فعلا الأهلي مع الكبار والكبار فقط التحاد الأفريقي لكرة القدم مع الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي عايز يجرب البطولة الجديدة اللي فشل إنه يعملها في أوروبا الدوري الأفريقي ومتسبي رئيس الاتحاد الأفريقي قال لك أصدقاء الأوروبيين قالوا لي اعمل معروف ابعد عن كلمة الصوبر ما تسمهوش صوبر أبدا لأنه دي كانت وراء فشل التجربة أو المحاولة في أوروبا طب إيه يبقى الدوري الأفريقي لكرة القدم وحيضم التمانية الكبار في القرى الأهلي كان على رأس الأربعة الأوائل يعني التصنيف الأول الأهلي ثم الوداد ثم التراجي ثم صاندونز والتصنيف التاني سينبا وإنيمبا وبيترو أتلتكو وإنيمبا الناجيري القرعة عملت بين الأربعة والأربعة وأصفرت عن لقاء الأهلي في المباراة الافتتاحية مع سينبا التنزاني هتبقى إن شاء الله تعالى في إستاذ دار السلام في العاصمة التنزانية والفائز من هذه المباراة حيواجه الفائز في نصف النهائي بين صاندونز وبيترو أتلتكو الأنجولي لغاية دلوقتي بيترو أتلتكو موجود في السبع الاتحاد الوطني في الأنجولا وقفوا سنتين بسبب مخالفات تتعلق بالفساد المالي والإداري لكن الكاف حتى الآن شايف إنه أتلتكو مقدم استقناب فسايبوا موجود في البطولة انتظارا لحدوث جديد تعرف حكاية بيترو أتلتكو دي ليه علاقة بحكاية رامي الفوتا برضه تخيل أنت أنجولا اللي تعادل الوطني عمل إيه أكبر نادي عندها بيترو أتلتكو وبيحشارك في السوبر مماثل أنجولا في العشرة الكبار في العالم عارف الموضوع ابتدى ليه إيه التهمة تسجيل صوتي للمدرب وهم بيقولولو لو كسبت حنقمش لو خسرت لو كسبت حتاخد فلوس لو كسبت الفريق الفلاني يعني حافز يفترض اللي احنا بنسميه عندنا حافز هم اعتبروا الرشوة من أجل الفوز لأن المفروض ده يبقى دورك من غير محد يتفعلك حاجة فهؤلاء يعني عايزين مصلحة إيه مصلحة وشفافية وصمعة الكرة بتاعته إحنا فين من إن واحد يقولك جبنا له المدرب اللي حكم اللي بيحبه وتطلع لعبته لعيبة سابقين يقولك فوتنا الماتش الفلاني وعملنا الماتش الفلاني وانا كنت بنفرد ما بجيبش الجون والتاني يقولك أنا دخل في الجون وروح تحضن اللعيب ولا حد عايز يحاسب حد على حاجة ولا حد عايز يستن كرياسيدي ولا حد عايز يهدد أمثال هؤلاء بالعكس هم دول اللي على الساحة هم دول اللي بيتكلموا هم دول اللي مسيطرين على المشهد الإعلامي مثل هذه المظاهر عايزين التفاقل إزاي براهيم إحنا فين أنا بقولك الخليج بيتصرف كده هنقول قوة المال طيب هوا أفريقيا بتتصرف إزاي اللي احنا بنتهمهم بالفساد سامو القد ورئيس الاتحاد الكاميروني على قوته وده سامو القد بقى نحل المحكمة علشان اتسجلت مكالمة بينه وبينه رئيس نادي في الدرجة التانية بيقعدوا إن شاء الله تصعد بيقولوا حننظر في أمر صعودك ده كلام هو ده اللي أنا بقوله بقى الكلام ده اللي يزمط الأداء ده اللي يخلي فيه احترام لمسابقتك ده اللي يخلي فيه شفافية وعدالة وتكافق فرص ده اللي يخلي فيه نزاهة احنا كنا كده احنا في عز جاباروت لعيبة كبار قوي تشطبوا في الستينات يا صازي براهيم لعيبة دولين كبار في منتخب مصر أسماء مرعبة في التسعنات في التسعنات يعني مش عايز لا ده أنا لأ ده أنا بقولك في الستينات اللي هو ما تشطبش تلت نجوم كبار جداً 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 اتشطبوا للتلاعب كان فيه ناس متحاسب وناس عايزة مصلحة وسمعة الكرة المصرية هو مش فيه لعيب دولي مهم جداً اتشطب نهائياً برضو لفكرة انه حافظ عشان قال لي زماله عايزين نكسب مش عايزين نخسر قال لهم لو كسبنا كل واحد هياخد كذا وعدوني المنافسين للفرقة دي مع ان الطبيعي انك انت الصعب انك تكسب وكان هذا ده في المنتخب الصعب انك تكسب يعني دي مفاش تفويت ده فيه حماس زايد بالضبط اتشاطب لانه تأثين عن نتيجة يدره براحة ولم يغفر له مكانته هو انه كان ممثل الصعيد الوحيد في المنتخب وقتها فين احنا نفسنا ازاي محلة قيامنا ومحلة إرادتنا التربوية إرادتنا التنظيمية والإدارية إلى هذا المستوى ما بقاش حاجة بتخدنا ولا بتزعجنا ما بقاش يخدنا ان الناس بتتناولنا في الخارج ازاي عمالين نداري على الأخطاء نداري وكأن العلاج نكتداري على التقيوحات والقرح والخراريج هتقلب حاجات مش كويسة بعد كده فانا يعني ده اللي خلاني بقول هو احنا هنرمي الفوطة فوطة الكرة المصرية نرمي لها الفوطة بقى ولا حد حي يقول لنا لا معلشي لا اللي جاي بإذن الله حيشهد تعديل كل هذا الأمر وإذا أخطأ الأهلي أول للناس اللي تحاسب بس حطيني بتحاسبني على إيه على المعيار اللي انت خدته أخترتيني بيه واللي غيري حيحاسب عليه تعزيم سلام لو قعت في هذا القطع واللعيد المعيارية إنما بقى التفصيل وشغل التبرير والكلام ده ماينفعش إن اللعيب النهاردة يتقلوا روح ولا همك أصلي انت عقدك ما توصقش وبعدين أول ما يسافر يروح موسقين العقد ويسببه في في شيء يهدد مستقبله ولعيب تاني يقولك أنا بطعا في عقد ولا أحد ينظر إليه ولعيب تالت وهكذا يعني انت دايماً سايب الأندية تصوب لك يعني نادي الأهلي فيه لعيب عنده بس جاد سريتا في اختفاع العود في اتحاد الكرة الطايرة الأهلي أحسن تنلعب عنده في مصر قالك لا مش هقبل هذا الكلام الاتحاد نفسه ما عملهاش يعني الاتحاد نفسه كان يجب أن يجري تحديداً اتحاد اللعبة اه ازاي ده يحصل عندي واياً كان المتسبب لازم يعقب عقاب صارم جداً انت يا أستاذ ابراهيم بقيت تقبل الخطأ ببساطة شديدة جداً وده مش خطأ ده انحلال انحلال طبعاً طبعاً اللي بيحصل ده الحلال لما يطلع لك واحد يقول لك احتواء وبرزوكل وطلع يسخر لما كل ما تيجي تعمل محاولة إصلاح وديهم خبير أجنبي للتحكيم يتحارق يتلموا عليه مش هلا برضو الشلالية عشان ما يتعاونوش معاه لدرجة ان يتعاونوش لدرجة ان يتعاونوش لدرجة ان يتعاونوش عشان يخاف عن نفسه ويجري وده اللي حصل وما فيش حد غيران على سمعة الكرة المصرية طب عايز ايه يا أستاذ ابراهيم عايز نعمل ايه نتفاقل يعني نرمى الفوطة ما احنا تقريبا هي ترمت واحنا مش شايفينها تقريبا يعني الحقوا الكرة المصرية بالنظام بالنظام اعملوا نظام يا سيد قولوا من السنة الجاية هنعمل واحد اتنين تلاتة وما فيش جعيص ضد هذا النظام بس وطبقوا على الجعيص ده كلام مهم جدا ترجمة نانسي قنقر